استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين فيليبو جراندي بحضور وزير الخارجية سامح شكري أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن علاقة التعاون المنتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تفذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد فليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تبدلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين كما أكد السيد الرئيس أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة الشاملة من جانبه أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر مشيرا إلى محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار ومعربا عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة ومشيرا في هذا الصياق إلى الزيارة التي قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية والتي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري لمساعدة الوافدين سواء من السودانيين أو الجنسيات المختلفة مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي والجهات المانحة تقديم يد العون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشري وقد تطرق اللقاء أيضا إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصري كأشقاء وضيوف كما تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان في ضوء استمرار الأزمة الراهنة وثمن المفوض السامي للأمم المتحدة الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للمساعدة في تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان